وفي كفر الشيخ نظمت مؤسسة حياة كريمة احتفالية لتكريم الشباب المتطوعين للعمل في مبادرة حياة كريمة خلال عام 2023 أقيمت الاحتفالية بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة كفر الشيخ حيث قدمت المحافظة وجامعة كفر الشيخ درعا إلى مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة لجهود المؤسسة في نشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى الشباب في إطار المبادرة الرئاسية نحاول نقدم مساعدات لكل الناس المحتاجة لمساعدة والناس محدودة الداخل ونحاول نحن نوصل لمجال الطبي لأهلين المستحقين محاولة عادة بناء القرى القديمة محاولة توصيل مياه للصرف الصحي أو مياه الشرب إلى آخرين الخدمات اللي نقدر نقدمها وده طبعا بيحسسنا بأن نعمل مشاركة مجتمعية مع الناس اللي موجودة معنا سعيدة جدا بوجودي في حياة كريمة أثرت بشكل كبير جدا على شخصيتي أنا في الأول كنت انتوقية جدا لكن بالتعامل في العمل التطوعي خاصة في حياة كريمة تعلمت وأضافت لي مهارات كتيرة واكتسبت مهارات كتيرة وكنت ببقى دايما موسطة وسعيدة بمساعدة الناس اشتغلنا قوافل طبية وقوافل إنسانية ومساعدات غزائية الحمد لله رب العالمين إن احنا قدرنا نوصل لأكثر الناس احتياجا بنشتغل على الناس الأكثر فقرا والحمد لله رب العالمين بنقدر نوصل الحاجة لمستحقيها مؤسسة حياة كريمة مختلفة عن باقي منظمات المجتمع المدني الأخرى أو باقي المؤسسات اللي بتضم متطوعين من خلال إنها مستهدفة المواطن المصري على كافة الأبعاد هي هدفة إنها تحسن من جودة حياة المواطن المصري من أول مسكنه لحد مصدر الدخل بتاعه الرئيسي ده غير طبعا الصحة بتاعته حياة كريمة هدفها إنها ترتقي بالاقتصاد بتاع المواطن وهدفة إنها تحسن حياته من المجال البيئي وكمان أهدف التنمية المستدامة حياة كريمة بتطبقها